critical numbers أحد التطبيقات المهمة من تطبيقات الاشتقاق اللي هي بنبنى عليها كتير مفاهيم فيما بعد من التزايد والتناقص والقيم القصوى critical numbers يعني القيم الحرجة شو المقصود بالقيم الحرجة؟ القيمة الحرجة critical number of a function if is a number c in the domain of f إذن بداية لازم يكون النقطة موجودة في الدمين يعني c تنتمي إلى الدمين such that إنه f'c تساوي صفر أو f'c does not exist بحيث إنه المشتقة بتساوي صفر أو المشتقة غير موجودة المشتقة بتساوي صفر يعني بيكون عندي horizontal tangent للكيرف أمثلة مثلا بهاي النقطة هون c هون هاي عند هيك horizontal tangent أو ممكن تكون بالعكس كمان هاي horizontal tangent أو ممكن تكون بهاي الطريقة هون هاي كمان horizontal tangent أو العكس كمان horizontal tangent فهدول كل هم يعتبروا critical number c وبالنسبة للكرف بتكون critical point does not exist ممكن تكون على شكل corner في الكيرف زي هيك أو ممكن تكون على شكل كاسب أو ممكن تكون عبارة عن vertical tangent اللي هو المماس العمودة فكل هم هدول c بيعتبروا critical number أو ممكن يكون نقطة عدم اتصال دس كونتينيوس كمان هاي بتكون does not exist المشتقة عند السيف وبرضو بتكون critical number نستهرض هلأ الأمثلة الأمثلة كلها راح تكون بدي منها find the critical numbers اول مثال كثير حدود قبل ما اني اعمل ولا اي شي بالسؤال اوش بعمل بحس بالدومين فهون عندي دومين الفونكشن بما انه بولوناميا راح يكون R بشتق F'x بتساوي 6x تربية ناقص 6x ناقص 36 هلأ بساوي المشتقة بالصفر 6x تربية ناقص 6x ناقص 36 بتساوي صفر بقسم على 6 عشان اعرف احل المعادلة سهل علي فتح اقواص اوكي هلأ من هاي راح تكون x بتساوي سالب 2 واكس بتساوي 3 هلأ بتأكد انهم موضوع موجودين بالدومين طبعا بما انه عندي الدومين R ف موجودين بالدومين السالب 2 و 3 فما في أي مشكلة ازان هدول كريتيكال ناقص نشوف هلأ هل ممكن تكون if primal x does not exist طبعا في البولونوميا ما بتكون if primal x does not exist لانه قابلنا الاشتقاق عن جميع النقاط فاذا هون بس لكريتيكال نمبرز هما عندي نقطتين اللي هما السالب 2 والثلاث والكريتيكال points للكيرف اللي هما سالب 2 وف اف سالب 2 و 3 وف الثلاث المثال الثاني اكستر بيا على اكستر بيا ناقص 1 اللي هاد رشونال فونكشن ترى النسبي بدي احسب اول شيء الدومين طبعا الدومين باخد المقام بساوي بالصفر عشان استثني اصفار المقام فرح يكون عندي الدومين R معادة الواحد والسالب واحد اللي بنشتق الفونكشن حاصل قسمة اقترانيا فرح يكون المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربية نبسط الفبراير رح ندخل هلا اتنين اكس على القوس فرح تكون اتنين اكس تكعيب ناقص اتنين اكس وهون عندي ناقص اتنين اكس تكعيب على اكس تربية ناقص واحد الكل تربية هاي سالب اتنين اكس على اكس تربية ناقص واحد الكل تربية هاي F' هلا بدي اشوف الكريتيكال في عندي F' بتساوي صفر فرح يكون عندي سالب اتنين اكس بتساوي صفر ومنها اكس بتساوي صفر طبعا اكس بتساوي صفر موجودة بالدمان تمام هلا امتى بتكون F' does not exist رح تكون مش موجودة عند اسفار مقام المشتقة فرح اخذ مقام المشتقة اساوي بالصفر بيطلع عندي اكس بتساوي واحد وسالب واحد لكن هدول مش موجودين اصلا بالدمان فما رح ااخدهم فعندي الكريتيكال بس رح يكونوا بس رح يكون عدد واحد اللي هو اكس بتساوي صفر والكريتيكال اللي هي الصفر وصورة الصفر اكزامبل الثالث طيب شوف هدا الفونكشن هلا بداية طبعا بدي اشيك على الدومان هون في عندي الجذر الخامس فما في عندي مشكلة بانو تحت الجذر يكون سالب فارح يكون الدومان كل الار باجي بشتق الفونكشن اربعة في ثلاثة على خمسة اكس قوة سالبة اثنين على خمسة ناقص ثمانية على خمسة في اكس قوة ثلاث على خمسة هلا منيجي بنرتبه شوي هاي بما انها القس هون سالبة فبتنزل على المقام بيصير عندي اتناش خمسة اكس قوة اثنين على خمسة ناقص ثمانية اكس قوة ثلاثة على خمسة على خمسة انا بدي اعمل عملية التوحيد للمقام بدي اعمل المقام كله نفس المقام هون فارح اضرب الحد الثاني باكس قوة اثنين على خمسة يصير عندي هون مقام واحد اتناش خمسة اكس قوة اثنين على خمسة ناقص ثمانية طبعا اكس قوة ثلاثة على خمسة في اكس قوة اثنين على خمسة هاي رح تكون اكس قوة خمسة على خمسة اللي هي اكس فهاي رح تكون ثمانية اكس هاي في فبراير الاكس هلا بدي اجي اشوف امتى هاي المشتقة رح تكون بتساوي صفر فرح يكون اطناعش ناقص ثمانية اكس بتساوي صفر ومنها اكس بتساوي ناشع ثمانية طبعا هاي تنتمي للدومين لاني عندي الدومين هون كل الار المشتقة هون امتى اذا اخذنا المقام سوينا بالصفر فرح تكون اكس بتساوي صفر برضو هاي تنتمي الى الدومين فعندي هون رح يكونوا رقمين اللي هما رح يكونوا اطناعش على ثمانية والصفر واذا بدي اكتبهم ككريتيكال بوينتز للكيرف فرح يكون صفر مع صورة الصفر واثناش على ثمانية مع صورة اطناعش على ثمانية الاجزامبل الاخير اللي هو رح يكون ثلاثة اكس نقص ستة الى اي الابسليوت فاليو الدومين انها رح يكون طبعا كل الار اول شي قبل ما اشتقها بدي اعيد التعريف فآ욱 검ينغيكس بتساوي ثلاثة اكس نقص ستة بتساويها بالصفر رح تكون منها اكس بتساوي تنين هون اكس بتساوي تنين لو اجينا اخذنا الاشارات رح تكون اعدد اكبر من تنين رح يكون موجب وهون رح يكون سالب فهاي رح تكون المنطقة ثلاثة اكس نقص ستة وهون ستة نقص ثلاثة اكس فرح يكون 3x ناقص 6 إذا كانت x أكبر أو تساوي 2 و 6 ناقص 3x إذا كانت x أقل من 2 طبعا هذا continue واسع عند الثانين فبالتالي هلأ بدي أشتق الفونكشن عندي قاعدتين القاعدة الأولى رح تكون مشتقتها 3 والقاعدة الثانية رح تكون سالب 3 طبعا هون ما بحط المساواة عند الثانين لأنه لسه بدنا نشوف إذا قابل للاشتقاق عند الثانين أو لا طيب هلأ النوع الأول اللي هو f'x بتساوي 0 النوع الأول من الكريتيكال طبعا 3 بتساوي 0 هاي خطأ وسالب 3 بتساوي 0 كمان هاي ما بستفيد من هايشي إذا النوع الأول ما في منه هلأ النوع الثاني f'x does not exist نلاحظ أنه هون رح يكون موجود عند النقطة التشعب اللي هي الاثنين فباجي باخد المشتقة من اليمين للتنين والمشتقة من اليسار للتنين المشتقة من اليمين اللي هي عند إشارة الأكبر رح تكون 3 ومشتقة من اليسار رح تكون سالب 3 فهدون مش متساويات فإذا المشتقة عند الثانين does not exist فرح يكونوا الكريتيكال الكريتيكال نمبر بس عند إكس بتساوي 2 والكريتيكال point اللي هي رح تكون 2 وصورة 2 ودمتم بخير اللي هي رح تكونون بخير